صدرت خلال السنوات الماضية الكثير من الدراسات التي تؤكد أهمية تقصير أسبوع العمل وتطويل نهاية الأسبوع لتمدد إلى ثلاثة أيام لما لها من فائدة على صحة الإنسان الجسدية والذهنية تفاصيل أوفى في تقرير الزميلة لوتس الزعبي دراسة أكدت مؤخرا على ضرورة إطالة الإجازة الأسبوعية للموظفين لما لها من أهمية على الجانب الصحي وبالتالي تحسين الإنتاجية في العمل ومن أهم الفوائد الصحية التي ذكرتها الدراسات أولا المحافظة على صحة القلب إذ تبين أن الأشخاص الذين يعملون لأكثر من خمس وخمسين ساعة في الأسبوع يواجهون خطر الإصابة بجلطة قلبية أكثر بنسبة ثلاثة في المئة مقارنة بالذين يعملون أقل من أربعين ساعة أسبوعيا ثانيا التخلص من الشعور بالإرهاق إذ يعاني الموظفون الذين يعملون لساعات طويلة من الحاجة لفترة أطول للتعاذي من آثار الإرهاق مقارنة بغيرهم ثالثا الشعور بالراحة النفسية فالعمل لساعات طويلة يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالتوتر والعصبية وأخيرا زيادة الإنتاجية حيث أن ساعات العمل الأقل لا تعني بالضرورة تراجع إنتاجية الموظف ففي القرن التاسع عشر تم تحديد ساعات العمل في المصانع التي تصبح ثماني ساعات بعد أن كانت تفوق الخمس عشرة ساعة وكانت النتيجة أن الإنتاجية زادت بشكل ملحوظ وشرعت بعض الدول إلى دراسة منح موظفيها وطلت نهاية أسبوع طويلة بشكل فعلي ومن بين هذه الدول مصر التي أعلنت الحكومة مؤخرا عن وجود عدة تعديلات في مواعيد العمل الرسمية للموظفين ومن ضمنها منح العاملين لدى قطاعات الدولة إجازة مدتها ثلاثة أيام من كل أسبوع مقابل زيادة عدد ساعات العمل اليومي على عكس بريطانيا التي قررت منح العمال ثلاثة أيام عطلة في الأسبوع مع إبقاء ساعات العمل على حالها ودون تقليل الرواتب استنادا إلى مبدأ التكنولوجيا الجديدة التي خلقت مزيدا من الثروة كما أن هناك شركة في نيوزيلندا قامت بتطبيق زيادة أيام الإجازة لمدة أسبوع واحد وكانت نتيجة الزيادة في الإنتاجية والكفاءة لدى الموظفين وانخفضت مستويات الإرهاق إلى 7% وازداد شعور العاملين بالرضا بنسبة 5% ترجمة نانسي قنقر